جيد؟ هل تريد أن تذهب؟ نعم، أريد أن أذهب على البرج جيد حمدان، سلم على الشقي الكبير سعيد بن يابر تحية لهذا الشقي تحية لهذا البطل ينتفض بس من هذا الخروبة حتى ترى كده خلان يدفض هل ناموس؟ ماذا فعل؟ هدال هالزيورخ ماذا سميت هالزيورخ سعيد؟ ومحمد بن عامر بن حليس العباري بن حليس العباري واسعد الله مساك يا ابو حمد يا ابو حمد، يا عليا بن حليس العباري ومطفية من حقه ويلقيه ويدعاه في إصابات واللهي معدين على هالشور وهي كافل هالشور وسلالتها تثبت أنها رعت هالشور بالنسبة لمحمد زايد ما فيه مبيعات في شوط السيف أما غير شوط السيف ممكن لكن شوط السيف مساومة ما فيه مساومة ولا فيه بيع روح يا ابو ياسر روح روح خط الأشفاء الفكر يوم أشوفك يروك الفكر يوم أشوفك يروك موسيقى 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 مساء التراث في مارجاني شيخ الأصالة والتراث سيدي فزاع ولي عهد دبي الأمين أهلا بكم يا عشاق رياضة الأباء والأجداد يا من حافظتم على هذا الموروث وأوصلتموه إلى هذا الانتشار بين الأجيال وإلى قمة التطور والازدهار نرحب بكم في هذا الموعد الجديد ويوم آخر من أيام مهرجاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المقامي هنا في تحفة ميادين السباق ما زالت الفرحة والبهجة تغمر قلوب كل أهل الركض الذين تجمعوا في هذا العيد السعيد ما زالت الابتسامة تعلو وجوه كل المشاركين بعيدا عن الضمت والتحدي والنواميس والرموز إنه المعنى الحقيقي لسباقات الأصائل في هذه الرياضة النبيلة الجميلة التي أصبحت أسلوب حياة نتمسك به ونحافظ عليه ونطوره ونرعاه أطال الله في أعمار قادتنا وشيوخنا وحكامنا الذين دعموا هذا الموروث فأصبح على ما هو عليه الآن أهلا بكم موسيقى 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 إذا مدت قدم حاخين وإذا ما دربت سرحان وإذا فزت شارع ضبين وثبولي ذمين اليوم كان هو السابع في هذا المهرجان الفريدي والسعيد مشاهدين الكرام اليوم عاش أهل الهجن مشهدا تنافسيا جديدا لا يقل روعة وإثارة وزمطا عن بقية الأيام اليوم كانت بداية الركض مع الكبار وركض الكبار غير الميدان الذكي شهد اليوم أشواط الثنايا لهجن الجماع لمسافة ثمانية كيلو مترات وبالطبع لم تغي بالرموز عن المشهد فهي قمة التحدي والناموس الذي يبحث عنه الجميع رحلتنا هذا المساء ستكون عما دار في تحفة الميادين وكيف كان صراع الثنايا في أشواط الرموز أيضا سنتحدث عن الميدان الذكي وما سيحمله لنا في الغد من مشاهد جديدة في التنافس القوي والشريف ولدينا بالطبع فقراتنا الخاصة فقر الدعوة وعزب النواميس وغيرها من الفقرات لكن دعوني باسمكم جميعا أرحب بشركائي الدائمين هنا في الأستوديو أعضائي فريقي التحديل الفني الذي يمتزج بين الشباب وبين الشباب كذلك الخبرة كل جيد ها؟ كل جيد هيا أكلم بالسلطان الله عيكا يتريب السلطان يشوفني شو بقول أنا ركعت أخر شيء لا لو خلت تعادل عادل ما عماشي عندي كل الأمور عادلية الله يطاب العمل أنا مسعليك وعلى أخوان الحاضرين والمتابعين والمشاهدين وقلوا مسعد الله مساعدكم بكل خير الله يحييكم بمحمد مساعدك الله بالنور والسرور ويا مرحبا بكم ورحبا بإخواني المحللين والمشاهدين فيصل يا مساعد خير يا مرحب وسهلا مساعدكم الخير وعلى حضور وعلى المشاهدين فرش ياير يوم انت أول واحد يقولوا محضر نعم أول واحد حضر شكرك نعطي نذار لا لا ما في نذارات شك تعطي نذارات يا ريال شوال لا لا هم ما يعرف التوقيتات قلنا لأجدهم قبل ربع ساحة أشكر مساء الخير أول شي يا بسعيد مساء النواميس مساء الفرحة مساء السعادة ونمسي عليك ونمسي على أخواني المحللين ونمسي على المشاهدين عبر غناة دبي ريسنج نقول لهم مساء الخير مساء النواميس الله يحييك حمد بطيل أغفري حياك الله الله يحييك يا بسدان مسي عليك وعلى أخواني الحاضرين وكذلك على المشاهدين دكتور مساء الخير مساء الخير مساء على مشاهدين دبي ريسنج وأقول زعبيل الوثبة الوقل بنفس الطريقة بعدها والعين والعين كلها ترامرة كلها نفس الشيء صحيح صحيح الشيء الملفت للانتباه يا دكتور والمفرح في نفس الوقت هو أن هذا المهرجان يشهد حركة بيع غير طبيعية شراء للمطايا للحلال وهي ظاهرة صحية ندعمها نشجعها بكل تأكيد لكن الملاحظ أيضا أن هناك مصدر صار الكل يعتمد عليه للوصول إلى منصات التتويج في المرموم كان في الماضي قريب ولا يزال صائدا للرموز لكنه الآن أصبح صانعا وصائدا لها بالتأكيد عرفتوه إنه إعصار النواميسة الذي باع زيورخ بطلة كاسف ثنايا والذيب صاحب بندقية الجعدان في أشواطي اليوم المفتوحين وقبل انطلاقهما بساعة نتابع التقريب ترجمة نانسي قنقر سابعي أيام العرس التراثي الكبير مهرجاني سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لسباقات الهجن المقام هنا في تحفة ميادين السباق بالمرموم اليوم كان بداية الرقص مع الكبار والرقص مع الكبار طعمه غير اليوم وصلنا إلى سن الثنايا لحلال أبناء القبائل الكرام وعند الحديث عن الثنايا فالأمر يعني الخبرة والباع الطويل في عالم الركض والمطايا صاحبة الإنجازات والمرشحات حيث تقل نسبة المفاجآت عن سن الحجائج واللقاية ولذا كالمعتاد فقد كانت أشواط الفترة المسائية للجوائز النقدية والسيارات والزمط والتحدي والناموس الذي لا يقدر بمال في الفترة المسائية حيث هناك أربعة رموز تنتظر أصحاب السباق في الشوطين المفتوحين للأبكار والجعدان ومثلهما في شوطي الإنتاج عبد الله شو تقول بحكوش عيدي أقول له إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله شو فيكم حمثوك لا لا لسي الدعم لأ أصلا لحظة لحظة أنا منشك مرتحة يمشبت عبد الله لأ نشكت ليش تنتفض ليش تنتفض محمد زايد محمد زايد محمد زايد التوفيق عندي رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله ما عندك أنت عمي? شو عندك؟ لاUI في القعدان شو عندكم؟ معي عزبة؟ عزبة بنحمودة عزبة فرقي بنحمودة علي بنحمودة وفرقي بنحمودة وغانم بنحمودة واليوم عندي قودة نزال ماتكم قعوش في الكشف ما شفنا فرق علي بن حمودو عن ابو نحاب ما تعرف نحاب الله يهداك نحاب ما اخذ الرمز في الذير ويا ثاني عن الرمز ما عرفه جيش كريستيانو ما عرفه هو كريستيانو والله لحفلنا كريستيانو نعم قوي 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 ان شاء الله انك بتشوفه نحاب ما هي في الترجيع في الشرك فتك منه والله ما رشحناه ما يوم ما رشحوه فتك منه هو عندنا طال عمرك قعدان بعد قوة هو وعد ونعم ما منقصور فراعيه وفيه بتزوره ان شاء الله الليلة مغالب الحق ما بحولك ما بحولك عليك ريف قلنك تزوره الصدقات الأخيرة الأخبار اللان تأتي انتقى القعود من الانتاج إلى المفتوح شو اللي صار والله انتقى القعود مياص العليب الحبروذ الكتبي سعادة فراعيه بن حمودة من شوط الانتاج إلى المفتوح سلام سلام متى يعني انتهت الصفقة متى تقريبا والله قبل ركض بساعة تقريبا نعم إلى فراعيه بن حمودة نعم وين الفراعيه ما نشوف اليوم خلو الشاشات ان شاء الله عندك انتا القعود ان شاء الله قعودكم و كم قيمة الصفقة مليون مليون نعم من انت مصالح الحبسي ونعم يا صار ماذا تفعل هنا والله متطمش متطمش ليس لديك جهاز ولا مطية ولا ناقة ولا جمل شكي ايضا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والهجوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء خيروا في القناة وفي القناة اشتركوا في 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 القناة طلب كثير مما لا شك وصلنا إلى رموز للإنتاج والمنتجين وفي شوط البكار طالما نتحدث عن الإنتاج فلا يجب أن ننسى المصانع الجنوبية والوقن ملوك الإنتاج بلا منازع حيث كانت الكايدة لبشاوي مسيطرة على الصدارة وفي طريقها نحو الكأس الغالي لكن نمطفية لبن حليس تتلقى الأوامر في الأمتار الأخيرة لتطير وتتسلل وتتجاوز الكايدة وتطفي فرحتها بالنموس لتظفر هي وتهديه لمالكة محمد بن عامر بن حليس العفاري وسلام سلام المصانع سلام الوقن سلام الكاش راحت لا للوقن دار الفن دار الذوق ودار الفن ومحمد بن عامر بن حليس العفاري بن حليس العفاري واسعد الله مساك يا أبو حمد يا أبو حمد يا ألية بن حليس العفاري هذه لحظات الوصول رعيم طفي ناموث حققين الله ماذا فعلت الحمد لله ماذا عملت نحمد الله واشكره سبحانه وتعالى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا شي قليل ولكن الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ومطفية من حقه ويلقيه ويدعه في إصابات ولا هي معدينة على هالشوط وهي كافل هالشوط وسلالتها تثبت أنها رعت هالشوط سمحت ذكاركم البارع مش منهم مش هل اللجنة ومش لهالبرنامج اللي ما تعرفها ولا تعرف ماضيها ما ترشيحها هل لقنا معاليهم لوم ويزاهم الله خير وترشيحهم في محلة ولكن هذا نصيب عند الله الحمد لله إنسان يتوقع كلام وما شاء الله يكون أنا سمعت أن آخر دعو لك كانت في صلاة الجمعة المطفية صحيح نعم شو قلت في دعات والله دعيت باللي الله سبحانه وتعالى قلت وجعلنا من بين أيديهم سدن ومن خلبيهم سدن فاقشيناهم فهم لا يبصروا هالي خصوصي إلى من تهدي هذا النام والله هديه الرئيس الدولة وهديه للشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد والشيخ منصور بن زايد السلامات لمنطقة الينوب منطقة لوغان مصانع القنوبية أنا مواعدينكم أهل المصانع الجنوبية وهذا فعائلهم أهل المصانع الجنوبية ساحة رموز الانتاج كاس الكهوس الحمد لله توفيق من الله وما يثبت غير لأصيد بنت مطفية رياسة وما بنت شايد وهذا ممكننا الحين لها ثالث اشتراك السنة كانت في عصابة ناقة نعم كانت ضالعة لها مواسم طويلة ضالعة والسنة اشتركت عندنا اشتراكين بالوقن وسبقت ثالث اشتراك الأحبياء الرماح ولا اشتراك حرابة حافظ على مطفية ونقول لكم الناموس وهذا النوع طيب حافظوا عليه والله يرزقكم زيادة آمين ونشكرك ونشكرك على التغطية الطيبة ونحن من محبينكم محبين برنامجكم وأول شيء لنا الشرف أنه ناخذ الرمز في هذا الميدان شاهد الله أنه شرف والناموس الأول والأخير للوالد محمد بن حليس لم يتبقى في يوم الثناير للجماعة سوى بندقية الجعدان للإنتاج حيث ظهر النفيس في الكيلو الأخير لينتزع الصدارة من مناور بن سالمين ويتقدم ويبتعد كاشف عن معدنه النفيس في الركض وما لديه من مخزون كبير وبالفعل لم يسمح نفيس لأي منافس بالاقتراب حتى وصل خط النهاية يتهدى مهدياً الرمز الأخير لمالكه صالح بن علي الحميري وسلام سلام الحميري سلام سلام بو سمرى سلام سلام دار الزين سلام سلام للمسعودي سلام سلام إلى صالح بن علي بن صالح الحميري سلام إلى محمد بن صالح سلام إلى منصور بن صالح الحميري على هذا الفوز أهالي بو سمرى تحية واحترام ألكم على هذا الفوز الحميري يا الحميري بالتخصص يا الحميري بالتخصص بيض الله ويهك وصالح كيف الحميري الحمد لله على السلام ما ندورك عقبك الرمز ندورك لا ثاني ثالث رقم توفيق من الله عز وجل اللهم كالحمد أول بعد نشكر سيدنا اسمه الشيخ الحمد للحمد وراشد على المختوب اللي أتا الله كتب أتاحنا الفرصة تستاهل خير يا أبوني الله كتب أتاحنا الفرصة سوي لغاه ياك الليلة على فوز نفيس ونشكر سيدنا الحمد للحمد وراشد على الله يعيبك يوم نقول بالتخصص في القعدان ولا تحب أن تنثنتين والله ما في شيء يسمي تخصص توفيق من الله عز وجل بعود سبوك من أرخضنا السن الحمد لله من سبق يمكن كانت عنده وعكة صحية في الكبرى ويثالث على رمس والليلة الحمد لله أثبت أنه سريع أو أنه قوي الحمد لله وعلي شيء ما هو بو انتاج عندنا أبوها شاين دقاش وما بتهملو نعم نعم تهل يا بصالح نحن خلنا شوي مع الأولاد شوي أصب الغالي وهو ما أخذ الرمس أصب الحميري يا الحميري بالتخصص يا الحميري يا الحميري تقولي يا الحميري بالتخصص يا الحميري بيت تخصص كسرت تيم البكرات ها كسرت تيم البكرات نعم النياب 27 كسرت تيم المفتوح قل أنت ما تتابع صدقة تتابع الشوت عندك والله ما تتابعت بس ما تتابعت بس ما سبويته شي انت ما سوينا وصاب البطان وقعود اللي ساب قلنا من ناور يام خسلتها وشاين بنقانزور كلها نسبك أنت متابع ها نعم بست اليوم انت عم حقوب نمي كل اللي بالشوت بست بالحظ يمكن لا لا بالحظ لا الأقعود تسبوك وعباب عباب يوم لحد وشايبة بالسير عباب يوم لحد يوم لحد عباب تزمت عزمت مرتين تزمت على منور على كل ناس على بمرخان بالسير عند بروق تزمت على بروق تزمت عليها موسيقى 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 متحاجي من يوم حج إذن أصبح الحين ثني والناقهة الأسبوع الثنية يعني هذا تمام هل ينبهن هذا والله يحتاجون بعد رمز وقال رمز هذا طيب إحنا بدينا في الشوط على طول وأحمد بالعضيلي معاك الحديث الفني عن الشوط مع انطلاقة خزن المتوقع والله الشوط شوط نخبوي ما فيه أعداد كبيرة ولكن فيه نوعيات فاخرة من الثناية السبق قادة الشوط من البداية الخزنة طبيعة ركضها هذه متعودين عليها الخزنة من تقوم قامت بالدام وتسحب الشوط توقعنا يكون عليها ضغط واستهداف من قبل المشاركين نعم ولكن ما حصل الشيء هذا بقرة خذت بتل بعيد من الركاب وأبعدت في المسافة وقاومت وقدمت أداة ممتاز الضغط حصل عليها تقريبا قرب 1200 من شعار محمد زايد وشهدنا اللي هي زيورخ اللي انتقلت ملكيتها البارح للشقي سعيد يابر باسم محمد دان بن سعيد بن يابر ونهنيه على هذا الفوز البكرة هذه مقدمة هداة تصاعدي من قبل الرماح انتقلت ملكيتها لمحمد زايد حاصل على مركز الثاني كانت خلف الاتحادية ومن ثم حصلت على المركز الرابع في ختام الرماح في الشوط الرئيسي واليوم استطاعت أنها تكسب الرمز أدت أداة ممتاز أداة بطولي نهاية ممتازة وماشاء الله شكل طيب وأداة أطيب وكذلك ما ننسى بكرة سالم بن دري اللي هي اليدابة مثل ما ذكرت البارح اليدابة إذا كانت قريبة على المنافسين والترشح تكلمنا أيضا معاك كان معانا أمس نعم حصلت على المركز الثاني وألف ألف مبروك وصراحة شوط جميل لا ونوه أحمد بعد اسمح لي أن نقطة ناموس البيارق راحت للجذابة لأن تنطبق عليه الشروط الاسم والشعار نعم ويستاهل أحمد ناخذ النقطة اليوم سالم بن دري نعم نعم ونقول له شد حيلك هذه بداية المشوار نعم ونتمنى المزيد من النقاط في مسار الحصول على البيارق حمد اليوم الشوط اللي فهمته من كلام أحمد إنه ممتع فيه متعة فيه شوط فرجة شوط استمتاع نعم بالطابع هايذا في البداية النوم أسر أحمدان سيد يابر ألف أوسز يورخ أستاهل أحمدان الشوط فيه تكتيك نحن شاهدنا طبيعة ركض الخازنة هايثم تقوم في مقدمة الشوط ومعروفة هذا سلوب ركضها نعم فمحمد بن زايد المنصوري اللي يساير زيوره ويساير كذلك رجه كراثة يسير في أفضل موقع ويقرب من عمارهن بشكل تدريجي للمقدمة هو عارف مستوى البكرة الأولية طبعا في الشوط ما يبين أنه فيه خطر من الحلال اللي وراء يعني محمد زايد من طاش ستارت عين على الخزنة يعني يبين الشوط وانكشفها أن الخزنة هي اللي ممكن أنها تاخذ الشوط فيه حلال وراء مرشة حلال مصنف مثل اليدذابة اللي حصلت على المركز الثاني لكن كثقل الشوط كمساير يشوف جدامها الخزنة والخزنة أسرعت وحاول حميد بن سعيد النيادي أنه يستغل الفرق يوم ضرب البكرة تقريباً كيلو ومية لكن احتياط البكرة هذي ما يمكن هو اللي ما خدمه نعم الاحتياطي هو اللي يخدم زيورخ ولكنه في نفس الوقت ما خدم مالك الخزنة نعم بكرة جديرة الشيء اللي ممكن السمس سايدة حيثاً في المهرجان أن محمد بن زايد المنصوري هو بوابة العبور لأشواط الرموز للأشواط الرموز وهذا الكلام اللي قلنا أمس دكتور بالبداية أقول صفقة موفقة لصعيد جابر ونقول لنا موس لكن عصاب محمد بن زايد اليوم ظهرت الخبرة بقوة العصاب كان رجه يستخدمها الخزنة اليوم أدت أداء والسرعة ما هي بسيطة صحيح لكن محمد بن زايد ما استخدم رجه أنها تخدم لها تسبب بسافة وتم يراقب حتى وصل عند تقريباً الكيلو الأخير لكن أقول عصاب محمد بن زايد هي القلة هادية ثنتين وراء الخزنة ثاني يقول سامح هو تحقق نفس طيب يمكن بس بس بحقق على كلام الدكتور حكم أن موقع رجه كان قريب من زيورخ فيمكن هذا السبب اللي ما سمح لهم أنهم يضغطون برجه على الخزنة خوفاً من أن ممكن الحركة اللي تصير على رجه تستفز زيورخ وتحركها في مكان ما يبغون زيورخ طبيعتها تطلع من يوم تقطع ثلاثة ما تتأخر مع المطايل اللي تتأخر ورا حتى لو كان في الشوط الناغة تدفوع ما تخليها تحط مسافة بينها هذا اللي واضح من بدوائته واضح الشوط واضح صحيح نعم الناغة ما حطت فارغ بينها يتخلي بن زايد يجب رحنا يدفع القيم الموش الناغة سيرة يعني قريبها ما خلت فارغ وهذه طبيعة تركضها بسلطان نعم طيب إذن نذهب للحديث تحدثنا عن هذا الشوط بما أعتقد نبغي قبل ما نشوف الترشيحات عماد حد عنده تعقيب على الشوط أعتقد الكل تفضل تكلمنا البارح نتكلمنا لا دكتور عندك مشكلة في المكروفون سمحلي عشان تذيرنا أنا قالت الكلمة بس بيعدلو لك المكروفون لم يركبون لك المكروفون نحن نحطين الشوط بنحضير من الوحيد اللي ما تكلم عن الشوط يعني ما عرف ما يبغي ما عرف ما عرف الكلمة الغالية تغرب وتشرك ما دريش يعني نحن هني سعيد يابر ونقول البوحمدان عودة حميدة عقب غياب عن منصات التتويت أيوة دخول إلى المعركة من جديد ومن الباب الوسيع يعني صح نعم ما يابلك وحده اللي الغالي ما الرقم ثالث ولا رابع نزل نزله واشترى البكرة هذه بس ما نومسل أنت من البداية نعم 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 خليتني أنت نومس والبكرات في الشوط ببو سلطان كلها الخزنة كانت جدام رجعوا زيوره رواحا يبني البكرة ما يحتاج أنه يفتح السماعة ولا يكلم رواحا يصير تدريجيا يطلب في الخزنة ما ما احتاج أنه يدفع في وحده ويخليه وحده يعني محمد زايد يبيع السبوك ويدعمها بعد في الشوط حكيد حكيد دعمها في الشوط وزيوره نعم برجه بكرة قوية ولها مشتوى رجه بس اليوم ما ظهرت بمشتوى هالي نحيد منها نعم بس هي ما قصرت الحياتي وزيوره والاسم هذا هايث ما أنا سمعت كما يوم كنت في سويسرا هذي تليوم بوحمدان بيسوى عملية طيب لا لا بخلي خبرك بس عشان ما نعطل الرأي عندي محمد زايد المنصوري هاي القصة بنديبها آخر آخر البرنامج نرحب جميعا في محمد زايد المنصوري حياك الله يا أبو زايد هلو مرحبا حياك الله بو زايد بس لو توطي على صوت التلفزيون عندك الله تقول عمرك مرحبا حياك الله أمس أمس يعنيكم بالخير أخوان كلهم الحاضرين والمشاهدين الله يحييك مرحبا حياك الله الله يسلم بو زايد بعدني ما سمعك بوضوح عشان صوتك تفرزيون أعتقد الحين صار الصوت واضح لا الحين واضح طيب بو زايد اليوم قاعدين نشوف شي جميل وكأنك قاعد تجني ثمار رؤية أو خطة أنت بنيتها في العزبة مع أخوانك المضمرين مع شعارك من بداية الموسم أو يمكن من الموسم الماضي قاعدين تجهزون حق هذه الأيام وقاعدين نشوف ثمارها اليوم في الميدان نعم طالع ملك الحمد لله الله وفق أنا أرجال سبق وكل شي نمور مهيئ للمركاب والإخوان الممرين ما يقصرون وبشرك حمد لله الله وفق الهجن وهذا السبق اسمه نطيب الجميل بو زايد أنك تأخذ المطية يكون مستواها طيب سلالتها طيبة ركضها طيب لكن لما تدخل عندك العزبة ما شاء الله يعني يتطور فيها الركب مهم ما شاء الله تتطور إذن تتطور السبق ولا واحد أشتري عنه بسبق ما ما تتطور نعم ما تتطور إلا السبق الليل هماضي طيب أنت لو تلاحظ ما في ناقة أخذ رمز أني محمد زايد إلا مش تلنا من جزا عند العياء صحيح صحيح إحنا سمعنا أن الزيورخ هاي ملاحظة أرسل ليها أحد الأصدقاء المقربين لك ولنا بعد اللي هو خالد بن فيصل يقول زيورخ رقمها 13 والتماس رقمها 13 فيه يعني نفس رقم التماس اليوم والله نحاول نجمع بين الأرغام اللي يحبهم صاحب المهرجاء يعني أنت قاعد تسوي اليوم خدمة لأهل الركض وقاعد تعطيهم مثل ما يقولون العرض اللي يرضيهم وليوصلهم المنصة هذا الكلام حتى ذكره حمد بطي قبل شوي أن محمد زايد اليوم يعطيك نوعية نقوة شيء مصفوط ويوصلك المنصة والله هذا توليق من الله وأما من ناحية شيء نقوة الإنسان يود أن الشيء اللي يريد منصوبه طيب طيب بوزايد سمعنا عن آخر صفقة لانتقال بكرة ثانية من سيد سعيد سالم باللخل العفاري إلى شعارك بقيمة مليون ونص هذا الخبر صحيح نعم صحيح هذا الخبر هذا نعم بزينا صحيح اليوم في المركاب نعم وحبين أن نشارك بأخوان المشارفين يا سلام اليوم كان لك تصريح عندي وحصري على دبي ريسنج تقول أن في السيف ما في مساومة ما في بيع والله يا عيثام مجبورين من ناطق الرسمي على شعار الباغ محمد غرأي قال ممنوع البيع في هذا الشوت قلنا وحضرين وبعدين هذا السيف نأكل يطمع لأن أخوان المشاركين نطمع لأن أول سيف يحمل اسم سيدي الشيخ حمد ومحمد ولي عازد بيكون سيف تاريخي أبو زايد بالنسبة لك أكيد لأن يعتبر مثل السيف سمو الأمير لك طيب أبو زايد اليوم لما تتكلم عن دفاعك عن السيف أو أنك أنت مراح تساوم عن السيف أكيد تمتلك الأسماء الطيبة بالنسبة كم حظوظك كبيرة في السيف بعد يعني ما أبغي أتطرق لنفس الموضوع اللي تكلمنا فيه أنك أنت راح تنتظر نهاية الأسماء اللي راح تطلع في ليلة الركض لكن نشوف الثقة اللي عند الناس اللي يشتروا من عندك أعطيك مثال الأمس محمد بالعوض يتكلم ناصر ناصر بن محمد بالعوض يتكلم وقال بمحمد أن أنا أرشح الديب وماشي عقب الديب أنا أعطيك مثالي وجودهم بيننا مثل ما تكون موجود أنت معنا كل يوم في الدورة وغيركم من أخوان شمال اللي يرفعون الركض ونقول حق اللي يبغي يدخل المجال يا حيك أنا أشكرك أبشرك أطول عمرك بدعم مع زيبنا عن كل الليلة هوائق الركض هذا أنه مقصروا فينا وأنه أبشرك بيشاركون ما خلونا قصر صحيح السيارات والسيارات والجوائز والأمور الطيبة كلها موجودة صحيح أنا أشكر تواصلك أبو زايد مرحبا فالك التنفيق والناموس شكرا مشكورين شكرا يا أبو زايد إذن كان هذا الحديث اللي محمد زايد المنصوري اللي أتمنى حتى كثير من الشباب عندنا في الركض أن يروحون بنفس الطريقة وينتهجون نفس النهج الريال ماشي بشكل جيد في الموسم هذا وأكيد هذا العمل ماية من يوم وليلة يا من جهد 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 سنوات والليميز محمد زايد أنه يعني ما يكتفي إذا خذ الرمز مثلا خذ الرمز مثلا اليوم البكرة هذه منتقله من عنده تحت دارته وفي عزبته صحيح زيورق لكن الرد اكتشف في الأشواط الصبح واشترا بكرة بالخن ويأحلها لشواط مثل هذا الشواط يعني ريال متابع نعم متابع ويشتري المطية اللي تسبق في الأشواط العادية هذا الشواط الصبح ويرد ويأحلها في فترة وجيزة وتكون نجمة من نجوم لا وبعدين الريال هذا في إجازته السنوية السياحة وين عنده تشابة في المقيم هاي سياحة السنوية يعني ما عنده 12 شهر وهو في الحلال خلاص ما قضح ترافية عمل وفيه دخل وفيه إنجاز وبالتالي هو يعني ميزة محمد بن زايد نعم يخلق الصف الثاني والثالث الثالث نعم وفوق هذا كله محمد بن زايد يشتري بسعر التسعيره صحيح مليون ونص مش بسيط تراه أنك تشتري مليون ونص طيب وبعدين السلوب اللي عندهم ما يفاوض نحن نبغي غيره يدخل وأنا أبغي غيره ينافس محمد زايد أنا أبغي نبغي الكل يدخل محمد بن زايد وعندهم الأمكانية ونعم في محمد ونعم في اللي بيدخلون معه يعني نبغي يدخلون الركض ويزيدون في الشوط الأول نعم كانت عندي ملاحظة أقول لي سالم بن حمد بندري مثل الجذابة إذا بندري يفكر دائما عن الرمز لازم فيه ذلول تخدم الجذابة لأن احنا قلنا له الفارق ترى صعبة احنا ما نقول فيه زيور زيور فارقت وقلت الرمز وكل شي لكن ليبغي الرمز وعنده مثل الجذابة لازم يخدم فيه شي يخدمها طيب نشوف ترشيحات المحللين للشوط الأول ثم ننتقل للشوط الثاني إذن الكل جانبه الصواب في الترشيح ونقول الناموس لجميع المحللين حتى سيل بن غراب ترى ما صار بعيد أبو سلطان إلا خطة نعم فنحنا بعد ما بنعتبرنا سيل بن غراب ويانا في النقطة من حضيرهم معي شو رأي الأمور طيبة طيبة نعم زيب هذا من الشوط الثاني ومن علق وتألق في الشوط الثاني وسالم بن سعيد من حضيرهم الذي واصل التألق في الميدان كمعلق وواصفا وكذلك بالعوضي اللي تنومس وصرح تصريح مهم جدا ليلة السباق واليوم نشوف تصريحها تفضل يا أبو سعيد والله شوط قوي هذا شوط الثاني المفتوح نعم نحن شفنا أربعة جعادين كانوا في موقع واحد المركز الخامس شوية فاتش عنهم بغيادة ما أرى بالمحفوظ بن خميس اللي نبي بأبو ناصر اليوم اللي نهديه نحن أنه في سن الهداء عنده قعود دفعبة في وقت غير وقت مناسب وقلنا يمكن يسوي شي عندك خطاف قعود سعيد بن عامر النيادي نعم في المركز الثاني نعم وقعود بالكليب في المركز الثالث الزيب كان قبل مخر عن المركز الرابع بس نضم إلى المجموعة الثلاث الهوائي جاء السلام الزيب ما شاء الله روحه يدز عمره يدز عمره يبس سبق عندما تكملنا ستة ونص استلم الزيب المقدمة بس عندما دخلنا هنا في الأمتار الأخيرة وصل نحاب قعود بن حمود بن حمود نعم وكان الصراع بين نحاب وبين الزيب حتى في الأمتار الأخيرة حتى ما ما نشوف فن منه من السيارة صحيح يعني كنتوا على آخر نعم ومحمد وناصر بالعوضي البارحة صرحنا في يوم خذناها مباشرة على التيلول قال الغالي البندقية للذيب بيوي هبابنا نقول ناموس بو محمد شوف دخول مردف دخل يعني عقبة ستة ونص دخل شوية الدخلان جاعدين تقاربا تلاحق نعم وعدين على فكرة سبق لي كلهم سبق نعم محد هذا اللي فاتش كله يبقى رمزة صحيح يعني تكلمنا نحن عن مردف تكلمنا عن مسبار تكلمنا عن مبلش الحقيقة يعني مسبار ما ظهرة صورة اللي متعبودين أنا بخبرك هذا مش أداء لا هذا مسبار ومبلش بعد ما يانل في الشيلو الأخير مبلش سعيد بن حمد بن دري نعم مسبار حمد توقعي شيء منه أنه معودلنا على منافس قوية توقعي من شيء غير هذا أنا كما سلنا شوي أطالع ورا أطالع لأنني ما شفت يمكن ما بجاهز أنا صليت وتلاقيتي يا سعيد قال لي مبلش بيكون له نصيب الأسد أكثر عن مسبار مسبار ما بجاهز مسبار عنده ركض غير ركض هذا وبتشوفون بعدهم يا الله هو اللي في رأيس الوذب ولا في رأيس المي مسبار بيضع بالصورة لنحيطها منه معدادينها طيب الآن نستقبل على الهواء مباشرة ناصر بن محمد بن عوضي المنهالي ناصر بن عوضي نعم ما علي سمحولي يا أخوان نعم طيب يستاهل بن محمد ما ساكر الله بالخير ما ساكر الله بالنور الليل أنا رائق صراحة بحولي البارحة إذا كان في شيء من الحماس الزايد لا ما في حماس زايد بالعكس كانت ثقة لكن أنا أشكر أخوان المحللين وأشكر برنامجكم الموقر وأتمنىكم التوفيق صراحة أنا من المعجبين بهذا البرنامج والله يطول معجبين بأراء أخواننا لأننا ستفيد منهم نحن أكملناك للهجن نعم وأتمنىكم التوفيق أنا أبو محمد بس وصلتنا رسالة بخصوص يعني كان في تواصل مع الأستاذ عبد الرحمن أمين المدير القناة كان في استفسار كان ودنا نزورك في عزبة الناموس اليوم ونفرح معاك بشواطة ذيب لكن بعد نرد ونوضح لكل الفائزين في السابق في أشواط القعدان نحن ما زرنا أي عزبة فازت في أشواط القعدان لعدم وجود الوقت الكافي عندنا أربع أشواط لذلك حددنا من بداية المهرجان أننا راح نزور عزبة الناموس في البكار المفتوح وفي البكار الإنتاج فلذلك محمد نحن نطالبك الآن في الوثبة وفي المرموم الختامي أنك بعد تسوي بكرة سبوك وتدخل في الرمز إن شاء الله إن شاء الله هذا تكليف نعم تشريف نعم واتصالك ومتع عمرك أنا روح بحد ذات الزيارة الله يسلم شكرا لا بعدني أنا بعدني ما خلصت ياك محمد أنا بعدنا تورا نقول خلي خلص منك خليك محمد يا مرحب وسلطان يا مرحبة تستحج الناموس سهلون الخير من الله يعني نموس اندايا إن شاء الله أنا وإياك إن شاء الله جميعا نهاب لما دخل معاك في الأمتار الأخيرة ما تشككت شوي بو محمد والله أنا بينك ندمت على تصريحنا قعود ما يستهام به صراحة أنا قعدان سعيد بن دريه ونعم نعم كان قعدان سعيد خاصة النسبار اللي عليه التلشيح نعم النسبار ما بجاه إذا أنا عارف ظروفه عارف شو اللي تعرضنا نعم والدلالة على ذلك أنا يوم تصرحت البارحة أنه ذيب هو صاحب الرمز نهاب سار عن بالي ولا نهاب قعود سبوك ما أخذ رمز نعم نافس على رموز سيرته كلها بيضة أنت دارس الشوط بو محمد لا والله على ظنك الحمد لله توفيق من الله عز وجل وفي النهاية كنا اللي يسبق يهني اللي يجع وراه تاني ونفس الطريق هذا طول عمر قيادتنا الحكيمة وشيوقنا الكرام وإن شاء الله اللي ما حالف الحظ يعوض حد عنده مداخلة أنا عندي سؤال بعد لأبو محمد حد عنده مداخلة أنا أعتبر البارح أبو محمد أول شي النموس أبو محمد عملت صفقة صراحة علامية لهيثم البارح بسرعة مرة مباشرة يوم يقول بأعطيك البندق من هنا صح والله كريم أحنا نستاهل لأ أنت اللي تستاهل لجنة عمرك وفوق اللجنة كلها وفوقنا كلها يطول عمره سمو شيخ حمدان بل يحط هاي الشارة وسول مهرجان هذا وانتو تستاهلون لفي تصريحك حفز هالي القعداء صحيح واللي عجبني بعد في تصريحه ربط التصريح بالإنجاز اليوم أن الرجل مثل محمد بن زايد رجل ثقة ومحل يعني أنك تاخذ من عنده وتضمن المنصة مثل ما يقول حمد وضمن الله لكن هذا يفتح المجال يا أبو محمد لدخول السماء غيرك أيضا من أصحاب يعني الإمكانيات المادية الطيبة الله يزيدك ويرزقك إن شاء الله من خيره أنا أتمنى أتمنى ما حدي نفس نعرف ما يرتفع السوق لا نحن عكسك عاد بو محمد خالفك شوية الله يوفق إن شاء الله نعموز بو محمد ستال خير يابو سعيد ستال خير الله لا أنت ما عندك سؤال حق ناصر لا أنا بس سؤال حينها هاي المجاملات وانا التعليقي وانا تعليقي ما أبعى ناصر شوف شوف أبو محمد وانت أكثر واحد عرف يوم بتسبق نحن بنو مسلك لكن إذا كانت في ملاحظة على الأداء بنناقشك فيها فيها مشكلة ما في شك شباب فيها عندنا بس بن حضيرم الله يطول عمرك مش الغالي شبين ناقشي هالغالي اللي علاء دائما تميز وما أخذ البندقية خلاص خلاص ستة عنك يعني وسلم عليها للوثبة والناموس يا أبو محمد الله يطول عمرك أنا أبو محمد أبغي أبارك لك حتى على نقطة بيرق الناموس لأن اللي صار اليوم عشان نوضح بعد للمشاهدين أنك أنت حطيت شعارك اليوم على القعود أنا حاسب حسابي لأن هذه النقطة زانية نعم لأننا شاورنا سعيد يابر قال سعيدنا ما عندي مشكلة وفيه اتفاق بيني بين محمد زايد أن الشعار يذهب لمحمد زايد والاسم عند سعيد يابر لذلك النقطة راحت لي سالب الدري لأنه اختلف الاسم مع الشعار عموما أنا أبو محمد شاكر لك أتمنى أشوفك في أشواط رموز أكثر وحطها بين قوسين هاي اليوم فاتحة خير عليك النقطة والرمز لذلك نطالبك ومحبينك يطالبونك وشفنا المشاء الله بعد في فيديو انتشر الحين تصريحك البارحي مع شيلة بعد في الشوت فهي تعطيك حماس أكثر أبغي أشوفك في الرمز في الوثبة وفي المرمون ان شاء الله هذا الدكتور بالشرقي بس يبغيك شوي بو محمد نعم أنت سويت تف الكبرى شتريت وخدت رمز وخد رمز وفي مهرجان وليل أهد شتريت وخدت رمز وهي محاولتين ثنتين عندك الرغبة في الثالثة أكيد مئة بالمئة أشكرك خادم أشتري قعودي ذعب أني أشتريت قعودي ذعب ومحمد نعم تقول أظن هذا السؤال يبقى تسألي هاي الأسئلة عطونا عشان نعرف الأخبار وهذا القعود أبشرك بو سلطان نعم هذا القعود شاورنا فيه أبو سعيد سالم الحضير لحظة عيد وإذا حذره مشتراه أبو سعيد لحظة لحظة بخضك لحظة دقيقة محمد خلك الخطم من فضلك شك تقول أظنني شاري قعود شك أظنني ومشورينك يا أخواني عياب يا رياء هذا أنا بشل لحظة لحظة أنا بشل سماعاتي لا 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 أنا ما بقى تبقى المرة تدعي لحظة أنت هريم كالا أنا بعتزل لحظة جان ما عرفت لك أنا بس عيد ما هو هو أنا أظنني شاري قعود أنا بعد شاري قعود السبق باحتمال أنه يأخذ رمز هو لا قعود شفتني السبق السبق بالثناية لإنتاج وقعود يعلم الله يكون من جعادين الرمز قعود بنهدفه ونعم قعود الأكرم بالكلام ما شاء الله عليه هكان الحين أبو سلطان نعم عيد عمرك حيث ما الله يتكره بالخير خلاص نصحنا أني ما نتجه للذكورة لا 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 أنا ما نرصح أنا لحظة دعمك بأعمل دعمرك توجهي الكامل للبكار إن شاء الله طيب أنا عشانك بكسر القاعدة في الوثبة وفي المرمو بكسر القاعدة بيض الله بنروح قعدان وبكار فألك طيب طيب الله ويك 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 يا محمد لأننا نحنا حريصين صراحة على قناتكم وحريصين على برناتكم والله وأنا أفرح لفرحكم كلكم أهل وهذا طعمك البرنامج بحد ذاته الله يطول عمرك ويقولك بالعزب الفايدين تشجيع تشجيع للمالك تشجيع للجمهور الناس كلهم يحرصون عليهم ديارتكم الحمد لله توفيق توفيق من رب العالمين طول عمرك أبو محمد نشكرك ونلتقي في نوامي سن أخرى يا صديقي شكرا سلم عن جميع ومشكورين الله يطول عمرك لكن قبل ذلك نشوف الترشيحات من ذهب مع الديب من ذهب مع الديب زيننا سكرنا عن بمحمد ما شاف الترشيحات وذكرنا ما حد رشح الديب ذهبنا مع مسبار للمنطق اللي قال أن المسبار يعني كان هو يعني مستعوذ كثير من الترشيحات لكن والله يأيينكم والله حمد ونظم عمد بيكم بيكم دكتور سعيد بالشرقي وحمد يعني مثل ما يقولون صابوا شوية من الهدف ونهاب يترشح نسبار يترشح وذلي يترشح لكن نهاب كان عنده ظن شكرا الحديث عن الشرط الثاني ثم الحديث عن الشرط الثالث الشرط الانتاج الشرط مطفية مع حمد بطيط فضل يا ببطيط بدأ أنه مسلم حمد بن حليس استاع العفاري على سبق مطفية البكرة هذه ما شاء الله هايثم نعم يمكن من أجمل البكرة اللي شفت نركضان في الثنائي اليوم ما شاء الله لو البكرة شوي ثيمها أطول عن ثيم الحلال لكن لكنها البكرة هذه نوعية وهذه البكرة تقدر حتى تتطور وتخسيف على الشكل اللي شفت أنا شفت من بنات مطفي بكرة ما شاء الله ضلع وشكل ويوف والبكرة هذه يمكن مثل ما تفضل رائعيها قال لك ذاعة ما شاركت اللي جية ما شاركت وحجة ما شاركت وسبت اللي صابة لكنها من اليوم اكتملت نجومية البكرة ما شاء الله نشوفها هي والسائحة بكرة من قنزول يعني راحا بداية الشوت نعم لكن الكائدة بكرة بالشاوي صاحبة السيارة مرجان الشيخ محمد بن زايد ممكن هي كانت مقدمة الشوت من بدأ الشوت وهي في المقدمة ودخلت حتى الكيلو الأخير وهي في المقدمة لكن البكرة هذه سللت تسلل مرن وسريع يعني استلمت المركز الأول لكن اللهم صلع سيدنا محمد نوعية البكرة هذه نادرة والبكرة هذه أعتقد أن حتى بنتكلم عنها في مهرجانات ثانية على الشكل اللي أنا اليوم شفته مرة ممكن هي من أقرب البكار المطفي أبوها كشكل كشكل وكركض ونحن العام شفنا بنات بنات مطفي في الرموز صاحبة الرمز العام في الثناية بنت مطفي كذلك في بكرة أمر الشحة بنت مطفي بكرة عند الرئاسة في الكبرى نعم اللي صاحبة الرمز نشوف بكرة تبشاوي للكايدة يرت الشوت لكن البكرة ما شاء الله تسللت هاي ذا متسلل للمقدمة نعم فمبارك له على السبقة ومبارك له أيضا على النوعية طيب نوعية طيبة حد عندي إضافة على الشوت قبل ما نصير للترشيحات اخواني ناقت بن قنزول السائحة نعم ما ظهرت بمستوى المطلوب نعم لاحظنا احنا حتى ركابه كلهم صحيح ما ظهرهم بمستوى المطلوب طيب نشوف الترشيحات إذن معاكم مشاهدين الكرام من أصاب في ترشيحه ومن لم يتوفق فيه ولا حد توفق ذهب أنا مع بكرة بن قنزول نعم كنا عند بن قنزول ما عدا سعيد بالشرق ذهب مع سلود وكلام العظيم الصحيح يمكن صار نقاش يمكن امطفية ومثل ما قال رعيها الماضي القريب ما كان واضح بالنسبة لامطفية نعم ما رفتك وكله بكرة ضالع ضالع ونعم من هذه دخلاتي بي نعم فالحمار الشحناء من لام على ترشيحه لا اكيد هي طال عمرك لو ما كانت في مستوى الشوط هذا ما قلت الشوط صحيح لكن ما يعني ما كان عندها فرصة مشاركة في الرموز اللي سبقات قبل نعم وتبين نحنا ونشوفها ونعرب مستوىها الحقيقي اليوم طلعت في مستوى الحقيقي قال ما لوم العرب عليها نقال رأيها يقيمها نعم ويحطها في الرموز اي نعم اي نعم طيب اذهب معك احمد بالعضيلة للشوط الثالث شوط نفيس الرابع شوط الرابع عفو شوط الرابع اللي هو شوط القعدان محمد بن صالح يعني ما شاء الله عليه سيرها طيب ويعجبني الرجل في تصنيفاته وفي اختياراته للأشوط قبل ما نتطرق للشوط نحب نهني الوالد صالح بن علي الحميري وهل المشعود يكاف على هذا الفوز والقعود هذا من بداية الموسم كان من القعدان الثناية المتميزات عند ابناء القبائل كان له منافسات طيبة مسابق في المرموم نعم منافس على رمز جايزة زايد الكبرى والقعود مصنف من خيرة القعدان الثناية اللي موجودة الشوط طبعا كان يحمل أسامي كبيرة من ضمنها صاحب الرمز في مهرجان جايزة زايد الكبرى وصيف الرمز القعود اللي ماخذ الرمز في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أسامي كبيرة وشوط كان يعني فيه لفيف من القعدان السبق اللي شاهدناها محاصدات رموز أو سابقات في التمهيديات نعم نفيس من قام قام في المجموعة الأولى المتقدمة وصيره طيب يعني واليوم صراحة القعود هذا ما أعتقد أنه يعني سبق سبق متميز وما حصل سبق سبق مرهي وما حصل منافسه يعني شرسه لأن الأمتار الأخيرة عكس عكس شوط اللي هو كان الشوط المفتوح نعم سلالة تأهله مستوى هذا الموسم بارز ومتميز من القعدان الثناية اللي يشار لهن بالبنان في أبناء القبائل وحتى توقيته يعني توقيت فرق عن القعدان يمكن بس فيه شوط من الأشواط اللي هو المتأخرة فيه قعود اللي هو قعود الساري بن علي منصوري قدر أنه يكسر توقيته ولكن هو شوف فرق حتى من الشوط المفتوح بالنسبة للتوقيت وسلالة طيبة بعد سلالة أعتقد شهين دغاش وسلالة طيبة تظهر في المناسبات اللي مثل هذه نعم توقع أن الحميري اليوم استخدم الذكاء بطريقة أن نسوى الفارق كيف عندك ناقة أنت تقوم أو تمسك المقدمة وتروح كل ما تعمل الفارق وخص في الزمول كل ما تبعد منهم كل ما عقيتهم في موقع حرج جدا حتى لو في النهاية مثلا يتعبونهم أكثر منك لو تلاحظ أنت هالمركز الثاني والثالث يضربون حلالهم أكثر عشان يقربون منك وهم ينهونها وهذا السلوب اللي استخدمه سلوب ذكاء طيب نشوف ترشيحات السادة المحللين الذين ذهبوا مع شاهين ومع مناور الوحيد اللي صاب الترشيحة أنا أبغي أحيي بفيصل صراحة فيصلي وساكتبوا فيصل زيدي قول تناقش شيء بالعضيلي تناقشنا بيننا بين لا أنا أبغي تناقش على المشاهدين أنا أبغي يوم 16 هنناقش عليه عجيش من الناس قل لي ليش اخترت نفيس والله نفيسي نافس على الرموز ولسه بقيت دوم بدون نوامر ما سترع نوامر والمطية التي تنافس على الرمز توقع لها الرمز في أي وقت في أي ركض صحيح بعد مشاركة في الرمز شونا من المراكي قوية نعم نعم هذا اللي خلاني طيب قبل الله نذهب إلى عزبة الناموس وكما عودناكم واتفقنا مع المحللين قبل مع بداية المهرجان بأفضل تيم أيضا بعد نهاية الأربع عشواط الرموز في أي عشواط إن كان نذكر بكل تأكيد صاحب أو صاحب هذا التيم كان التيم اليوم أفضل تيم في الشواط الرابع عشر اللي نشوفه أمامكم وهي البكرة السطول بشعار حمد راشد بن غدير اللي تتبي 12 دقيقة 16 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية هذا أفضل تيم احقاقا أيضا للحق والمصداقية في هذه الليلة مع أنه فارق الجزء اليوم أظنني بينه وبين الزيورق الزيورق صناح جر 16 أربع أجزاء صحيح وهي صناح جر و16 أجزاء وثلاثة أجزاء حقها نعم نحن نقول حمد راشد بن غدير الناموس هاي البكرة ما أخذنها العام هو في سن الإذاع مليون نعم والسنة ما شاء الله هذا أداها وركضها وركضها قوي نتوقعها في الخطامي لأنه على الحديد الخاري ترى بعد يفرق من الحديد الداخلي من أين ناحية يفرق تأخذ مسافر يمكن أن تبادل أو أن ترقب من أين نيه بعد من أين نيه مجدام عن واحد صحيح نعم 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 على السعر في هذه البكرة ونظرته وراشد نظرت تاغب ويتفائلون بسلالة ونحن نمسي عليه بالخير ونمسي عليها المرضى ونقول لهم وشعار معودنهم بالسلام شوان من الدولة وخارج الدولة بنت الجذاب يعني سبغوا أن حصد سالم بن راشد بن غدير شوت تاريخي بسلاب بنت الجذاب طيب أذهب إلى فرحة النموس والآن وبعد أن استمعنا لتعليقات وتحليلات الفريق الفني نذهب للاحتفال مع الفائزين بشوط البكار المفتوح والإنتاج والبداية بعزبة شقي سعيد يابر الحربي الذي يغيب عن عالم الركض الساحر لكنه يعود دائما بالغنايم وهل هناك غنيمة يا أبو حمدان وأغلى وأكبر من كأس ولي عهد دبي نعم طوال غيبات يا أبو الغنان وعد مبغني معادية أبو سلطان نعم روح موسيقى 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 تحية تحية لهذا الشقي تحية لهذا البطل الشقي الصغير موسيقى 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 لكن يسألني عن حساتها وكيف نبهتها دارشان تشوفها ان هي نبهتها طيبة خليها بسماء سعيد يابر لان هي مرشحة لاغوة لكن يشدني عن حساتها ومورها لكن هي الصفطة اللي كان يباها مزايد هذي نعم انت له تشاهد الشور بتشوف يطوي العمر هنه سيرتهم وحدة وضمانهم واحد في السابقة ثم هات تيان من رابع بار شوطها حامي ولا تبرد هبوبا فيهم استانس وبمكسور خاطر ركضها مثل النبايا اللي سروبا كم غنالت لها مضرب وشامير شوطها حي زعير ما ضيعت روبا قبلها كم سيف في مجلس حاب الشقي فعل قبر هذا دروبا في السيوف وفي الشتات وفي الخناير ويوم كل نوده النموس وصفة ياخذ حمدان والدسعين يابر دائما الشكر يكون لراعي الناقة الأولي المنتج منتج نشكر منتجها سيف بن محمد الظاهري على انتاج الطيب وعلى تقديم المدلالة النوعية والناموس هذا له هذا هؤلاء هم أهل الركض ما ينسون اللي يعني يكون معاهم في الانجاز ويكون معاهم الشريك في الناموس هذا هذا الريال لإيابنا هذه البكرة مدخورة والريال هذه انتاج ويدالي عليها وحن يمرحنا بشوة درموز عضواتنا اللي نباه يا سلام يا سلام سعيد عبدالله جابر الحربي اللي نقول لناموس وحمدان يعود وعاد الشقي من البوابة الكبيرة عاد الشقي من كأس الكوس عاد الشقي من شوط الأشواط المهم والحساس جدا شوط الثناية والكل يعلم مدى قوة شوط الثناية في هذا المهرجان نقول لناموس لسعيد يابر الناموس للمضمر حمود بن محمد بن سارم لوهيبي الناموس لمحمد زايد المنصوري روح فوز موسيقى 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 وكأن الرمز ينبي أين أنت يا الشقي والله اشتقنا والله اشتقنا والشقي يردد إن كان في نفسك حضور أنا المكان وإن كان بعيونك حيل أنا الضروب الشعار اللي الجمهر اعتزابا دكبوا حمدان وصدروا كان حاضر وحضروا هجر الجزيرة والعربا واطلقوهن بين متنومس وخاسر شعار اللي الجمهر اعتزابا دكبوا حمدان وصدروا هجر الجزيرة والعربا واطلقوهن بين متنومس وخاسر كانت هذه فرحة الناموس ونحن قلنا في المقدمة مقدمة الفقرة إنه في فرحة عزبة سعيد يابر واسم سعيد يابر لكن للأمانة غرفة العمليات هذه العزبة صارت السيارة بروحة تدل المكان اللي فيها شعار محمد زايد المنصوري حمود بن محمد بن سالم لوهيبي اللي بصراحة يعني من بداية المركاض نحن يا أخواني نعرف من اندق سلفة بين عزبة الناموس يودينا دايركت الموتر إلى الموقعات ما شاء الله ما شاء الله حمود صراحة من المضمرين المتألقين في هذا الموسم اللي نحن نوجه له تحية أنه هو أحد المضمرين المتألقين هذا الموسم سواء في هجن الأمير تركي أو كذلك في هجن الجماعة أذهب لي بس تعقب على كلامك يعني الحين من يوم لغاية الشيوخ نعم وهو كل ليلة حمود يتتوج عندنا صحي سواء في الشيوخ أو في اليماء نعم صحي صحي تميز متميز حمود صراحة وأنا أطلب من حمود الحين على الهوى طلب عندنا يومين ما فيها الرموز وبنفتح مواضيع كثيرة عن السيف نبغي يكون عندنا في الاستوديو نبغي ونبغى محمد فرق ونبغى محمد فرق يكون معنا بأي في الاستوديو أنا عندي عتب على سعيد يابر نحن كنا نبغى الشغي الصغير يسوي الحركة هذه نعم بس ما يابر إذن يعتب يعتب من حضيرهم على سعيد يابر وهذا عتب وسعيد إذن بسعيد يوم يجي مع الشغي لا وبسعيد إذن يعتب وزعلان على سعيد يابر ما يابرنا حمدان سمعت يا أبو حمدان حين صالحنا من حضيرهم زعلان عليك ما بيرمزك خلاص لا برمزه بس وين العلاقة وين العلاقة خلاص إذن نهاية العلاقة وما بيرشح كمارذانية وما بيول في العزب لا مهم سبوق الترشح بس نحن بغينا حمدان بن سعيد بن يابر عنده حركة يوم يستلم يسوي يسويها الدبح نحن نعم وأنه مثلنا نحن الشغي الصغير صحيح ونقول إن شاء الله ما عليه بنشتري بعدنا إن شاء الله باكره ولا بعير أو في الوذبة وهي زيورك بعد ما نركضوها في الوذبة تعال هناك الغالي بنشتري ها؟ هي أشكرك أشكرك حمدان سعيد يابر ولا سعيد يابر يتابعونا من البحرين لأن اليوم كانت عندهم سفرة للبحرين للمشاركة أيضا مع استبلات الفثري وأيضا خيول الإمارات نتمنى أننا نتوفيق بكرة إن شاء الله في كأس ملك البحرين هناك في العاصمة المنامة وفي مملكة البحرين الحبيبة من فرحة سعيد يابر إلى فرحة فوز مطفية بكأس الثناية في شوط الإنتاج كانت طاغية غمرت كلها المصانع الجنوبية الذين يؤكدون يوما بعد يوما أنهم بالفعل والقول ملوك الإنتاج نشاهد عزبتها محمد بن عامر بن حليس التي عطرتها مطفية بالزعفران نشاهد عزبتها محمد بن عامر بن حليس العفاري بن حليس العفاري وأسعد الله مساك يا أبو حمد بطل أشفاق الفكر يوم أشوفك يروف الفكر يوم ما يبارك فيك ما ياسم ما يبارك فيك عبد الله ما شيء مبارك ما شيء بي ما شيء بي أخذناها الناظر ما علي ما علي سلمناه فلوس خلاص سلمناه فلوس والحين بنحمل ألهم سالم منه بيستلمه كلمت شعفور كلمت شعفور خلاص يحملونا طايعوك الغالي ما طا ما بروك بيعتها ما تبيع ليش واني باية بلوش وراية جاهزون في لوس يا شاو ما بيعتها لا ما بيعتها لا نا خرمها بأي شمالي عشرة قيمتها طاعت بيعت لا من بيعت ها من بيعت يا ريال خلصناها كم انت طالب فيها عشرة ملايين كم؟ عشرة واج نحن خلصناها باربعة إذن انتهت الصدق الحمد لله انتقلت ملكية تمطفية من الوقن إلى شعارنا وسميناها لندن سميناها لندن موسيقى 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 والله يا خي مطفية هذه أول مرة تطلع من الوقن ثاني مرة ثاني مرة نعم لها هي باكرة صعبة ما اشتركت لها حجة ولا لقية ولا اشتراكات ما اشتركت يعني تشترك بس مركاض الوقن شباه محللي ما تكلموا عنها باكرة ما صحيح ما يعرفونا لانا اول مرة تطلع من الدورة هاي اشتركت فرماح ويت هذا السودية واشتركت اليوم ثاني اشتراك كيف حلتوها في كاز الانتاج يومنا الباكرة ما كنت خاضت يعني محركة قوية والله يا ابو سيدة باكرة شوهتنا مكازين في السودية وهلا قالوا يرشحون للكشوط هذا نقولكم الناموس يا ايين نحتفلوا وياكم بهذا الوقن ويزاكم الله خير ما قصرت سلام الوقن سلام سلام برحلي السلام سلام بعد ابو سيد سلام شو رأيك في مهرجان سيدي ولي عهد المهرجان والله مهرجان طويل امر هذا مهرجان غالي على جميع والمهرجان طويل امر هذا يعني مثل ختاميات ما بقل عنهم ووالله طويل عمار الشوخ داعمين الركض بشكل عام إذا كان في ابو ظبي ولا في دبي والله طويل عمارهم هنقول ويزاهم الله خير على دعم هذا لما يوقف على نهاية موسم هذا يهداء خاص من برنامج اهل الهجن الى كل المصانع الجنوبية الى المصانع الجنوبية وانتظروا مفاجآتهم وانتظروا سبقهم وانتظروا انجازاتهم وانتظروا سيفهم المنتظر في الوثبة هم يقولون ذلك وانا من المنتظرين روح يا بياسر روح على اللهực نطيب المية لهت ساف يا دانت الماء طه suited السوق يا دانت الماء طه Primary من طيف الميت له تساغ ياتانتها طاحت السوق سلام بالحليس سلام سلام للحليس سلام سلام طفية سلام سلام طفية سلام سلام على الوقان سلام سلام مصنعدوين سلام أخذها بالأرفاق عن هاظوي الهمس مرفوق عن هاظوي الهمس مرفوق خطينا الشفاق الفكريو سوفق بيهو هذه اللياقة المشي المشي اليومي في الوقت على الدورة والله طيب والنواميس طيبة وفرحانين ومشاركة طيبة وهذه فرحة طال عمرك بوراشد كلها سعيد انت قارو انت انت المسؤول شزماء الانجكشن لا لا الحمد لله توفيق من رب العالمين الشباب كلهم مشغالي على الناقة بس انت الصندوق الاسود ما العزبة ممكن ممكن لا الحمد لله كله توفيق من رب العالمين وكل شغله وكل مشروع لا بد من ان يكون فيه اسرار وهذا توفيق من رب العالمين ايش اسرار مطفية اسرارها جيناتها الداخلية سلالتها سلالتها يكفي انها مملوك والدها مطفية مملوك لرئيس الدول الشيخ ليهو بن زايد هذا منبع واساس الشيء ومعشوق يوم التقاء عاشق ومعشوق ولك كل يمر يجمع نحمد الله ونشكر الله سبحانه وتعالى نعم ولكن طال عمرك هذا ما ييشي بلاش إلا وراق احد جهد نعم احنا طال عمرك أول اقتهادنا أول ربينا يبوش وخلاف ربينا هلهم هلهم والحين سلمناهم خلاص هديت الأمانة هديت الأمانة وهم طال عمرك ما قصروا كفوا وفوا نعم نزيل والله يطول عمر حكومتنا والله يطول عمر الشيوخ إذا هم الله خير يعني يسوون شيء ما كنا حد يتوقعه في العالم يا سلام يا سلام من الدعم اللي يسووه ومن الراحات اللي يسووها ومن القيام اللي يشترون يبوش الله ملك الحمد سلام من حليل سلام متواصلون معكم مشاهدين الكرام في رحلتنا الترافية ومهرجان فزاع الأصالة المقام بالميدان الذكي عاصمة الركض هذه الأيام لأن نذهب إلى المرموم غدا وماذا سيحمله لنا هذا المهرجان في ثامنة أيامه حيث سيكون الموعد مع صراعا جديد للشعارات والمؤسسات العملاقة وهجني أصحاب السمو الشيوخ والأمراء ورمزين جديدين في سن الثناية للبكار وسن الثناية كذلك للقعدان حيث تقول الأرقام أن هجن الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية قد حصدت ثلاثة رموز من أصل الأربعة حتى الآن مقابل رمز لهجن الرئاسة فهل سيزيد صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد وهجن نائفات الغلة للشعار الأخضر الخطير أم سيعود الشعار الأحمر لكامل خطورته ويضيف المزيد من الرموز أم ستهب العاصفة صاحبة الأرض والجمهور وتصالح عشاقها برمز أو رمزين في سن الثناية هذا ما سنسأل فيها السادة الخبراء والمحللين بعد أن نستعرض الأسماء المشاركة في شوطي الغد ونبدأ بشوط البكار المفتوح بسم الله وعلى بركة الله هجن العاصفة مع المضمر غيال في الهلال تشارك بشهب خيال استفسار طموح لفتة وحبوبة هجن الرئاسة مع المضمر علي بن يمين لوهيبي تشارك بيه طماعة حملولة هتاشة منيعة الوثبة كلها مع علي بن يمين مع المضمر راشد بسام المنصوري هناك مطفية ونهابة مع هجن الدشبة والمضمر سالم سعيد هناك شاهينية وفعايل وهجن سمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل الانهيان مع المضمر محمود من خميس الغيلاني هناك مفنودة ترشيحات السادة المحللين لهذا الشوط سعيد بالشرق ذهب مع هملولة الرئاسة خيال لهدين العاصفة مع حمد لغفلي حبوبة سالم بن حضيرم كل البقية مع سيل مغراب العضيلي بجريم وهيد من حمادي مع حبوبة بعد متابعتها في كأس الإذاع الموسم الماضي وحصوله على المركز الثاني هنا في المرموم بعد أن حصلت العروبة على المركز الأول في ذلك الصباح أذهب لي وشو قلت لي عماد أنت؟ كلمتني أن نسيت ورلا أوكي أكيد بروح عند محمد بن فيصل أول شيء ويعرف ليش أنا بسير له في غياب للهجنة السعودية بكرة فيه ثنايا عند غيابها سببها فيه ثنايا عند محمد عند الإمير التركي نعم وشي جاهي صعبه وشي جاهي صعبه قريب وشي لو قبل هذا سبب غيابها وهج النايفات؟ هج النايفات ما توقع عندهم ثنايا ما عندهم ثنايا ما عندهم عندهم قعود في الثنايا أنا أتكلم عن البكار لو يتكلم عن البكار ثنايا البكار ما شي ثنايا ما شي ثنايا ما في مشاركة بكرة للشعار الأخضر في شوت ثنايا البكار بالشرقي هاملولة ماذا تعلم أو تعرف عن هاملولة؟ في البداية أظن أن الهجنة السعودية اكتفت بالثلاثة رموز اكتفت؟ بالثلاثة رموز معقولة إبو فيصل هالكلام؟ لا هو قال سألني ذاك اليوم قال هل النفسهم بيكون طويل؟ والنفس الظاهر نشافها بعينه؟ تبويها على المستوى ولا تبوي بعد أكثر؟ أنا أقول لك الثلاثة رموز اكتفوه؟ يكلمك يكلمك؟ أنا أتكلم معك ما رأيك في النفس اللي شفتها؟ في الجذاع وفي اللقاية؟ ننظر باكر المستوى إن شاء الله والنتيجة بنتكلم بها للسجو باكر ما عندنا مشاركة؟ ثلاثة رموز عندنا بس اكتفى بالثلاثة رموز ما عندنا مشاركة؟ إذا في شيء مفاجئ؟ شوار كبرا نحن نغير الأربع رموز بو محمد؟ لا أنا أقول اللي جاي الآن الاكتفاء بالثلاثة اللي جاي معناها ما في منافسة ما في منافسة أنا أبس بدون مشاركة؟ كيف نشينا؟ إذا لو في مشاركة تقول ما عندنا هي مشاركة؟ من الواقع اللي شفتها لان قلت ما في منافسة لان إذا في منافسة بنشوفها في يوم السيف لكن نقول في الوقت الحالي لان نتكلم لي باكر ما في منافسة خلاص نكتفى بالثلاثة طيب البشاير اللي نشوفه إحنا اللي هجن الرياسة اللي نجاز إن شاء الله باكر يكون هو حضور سمو الشيخ سلطان بن الحمدان معادي الشيخ سلطان بن الحمدان اليوم هذا مبشرا بكرة هجن الرياسة بيكون لها نصيب الأسد آها في الإنجاز بكرة بكرة بيكون لها نصيب الأسد في الشواطئة نعم النقطة الثانية اللي خلانا إحنا شوي ما نتخوف أداهج العاصفة أداهج العاصفة من شفناها من البداية من اللي قائم على الإذاع أداهة مش هو اللي كان متوقع طيب معناها هل بيهتمين الرتم هو نفسه بالطريقة؟ هذا السؤال اللي أنا أريد أن توقعتك بتروح لبن حضيران بس أنت ما عرف متخوف أن تتكلم بالحضيران بن حضيري ما أكلمي هيج بس آخر أهدي لا بس عيد يعني مصالحة الجماهير بتكون بكرة من هجن العاصفة؟ والله نتوقع باتر إن شاء الله أنها تكون مصالحة خاصة في شوطة البكرة على أي أساس بنيت هذا التوقع؟ والله على ركض البكرة الثانية شاركات تنهني قوية وايد وعلى أعرضية ميدان الوذبة في إجازة الدارجة لأننا نشوف ركض الصبح ما شاء الله في هجن أصحاب السمو الشيوف أكثر حصود للنقاط هجن العاصفة حصود للنقاط؟ باتر عندك طال عمرك حبوبة هي مصنفة الأولى عندك خيال يعني هالفكرات بيكون نصيبها النصيب الأسد اللي بتاسبقهم بتاسبقهم عقب موته نعم يمكن باتر جمهور يرضى على العاصفة حمد تعليقك على شوط رؤيتك الفنية للشوط بكرة والله الشوط هيثم فيه نوعيات فيها خيال لحجن العاصفة وصيفة الرمز مع مطفية اللي يضمرها راشد بالسم ممكن كان دخولهم فوتوا فنيش في جائزة زايد الكبراء وكان الفرز النتيجة بعد الإعادة صحيح كذلك عندك حبوبة وعندك طموح للهجن العاصفة ما أركضا في الكويت حلال العاصفة الموجود ولا أسم أركضا في السعودية غدا لا ما أعتقدن هنا أركضا بس البكرة هذه اللي هي خيال يعني أنا عارفة من يوم هي اللي جئة بكرة ما شاء الله ثابتة من البكار المنافسات في أزبط حجن العاصفة نعم عندك منيعة الهجن الرئاسي يضمرها علي بن يميل يالثالث عليهم يالثالث على مطفية وخيال في نفس الشوت عندك مطفية الهجن الرئاسي ويضمرها راشد بالسم يمكن هي من أبرز المصنفات للشعار الأحمر اللي هي مطفية نعم بكرة أول تجربة راشد بالسم يعني دخول في سن الثنايا مشاركة له في هذا المهرجان مطفية بالسم من الوكار المصنفات بالعضيلة تتوقع بكرة في تنافس قوي في الشوت ولا أمر الشبه محسوم لا 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 بكرة في حرق وراد من تحت الستارت فيه تكتيك طال عمرق فيه شيء من الركاب بتروح تقوم تقود الشوت وفيه من الركاب بتلحق في نص الشوت والمنافسة بتكون لين آخر الأمتار ما أعتقد أن فيها يعني انفراد أو فيه تمييز بسلطان ومن طبيعة الأسماء اللي موجودة بس بكرة من النغضة هذي اللي هي حبوبة تقوم من الركاب اللي تقوم في مقدمة الشوت يمكن هي تكون مستهدفة الأولى في الشوت بسلطان والله يا سلطان توقف عباسي أن المنافسة تكون قوية من البداية من المكار كلهم خص عند العاصفة وعند الرياصة ما حد عندهم يعني بتكون المنافسة بينهم عاصبي ورياصة ما حد بيخلي حد يكون يعني اللي عادل بيبت الغصب بتسير نعم مضعمك اللي الزامرين هالله ماه بينهم بينهم اثنين هالله بتكون المنافسة قوية وكلن ما حد بيترك واحد يشير ويأخذ عن هذه المكار أي واحدة تسير وتأخذ مسافة بعيدة صعب السبوك ولولين قالوا نخف على الخف محين السبوك إذا خذت فرصة عنك وابعدت واستذابت صعب الحق أذهب لشوط الثاني كشف الأسماء الخاصة بشوط القعدان مع هجن العاصفة المضمر غياث الهلالي هناك ريبال ملهم صداد ميهاب والم هذه الأسماء الخاصة بهجن العاصفة أذهب لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن ايميل لوهيبي هناك شاهين ومن بعد عنيد ومروح وهجن زعبيل تشارك بالأرن الأرن صح؟ اسمع الأرن؟ الأرن المكتوب الأرن 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 أو ألارن يمكن ألارن وضبيان ضبيان وألارن من هجن زعبيل حمد شوف أنه سجع جميل يعني ها؟ سجع ألارن ألارن وضبيان شوفوا لنا معناه هذا الاسم لا نشوف نلاحظوا نقطة في المهرجان هذا تفضل يعني المضمرين يتنافسون فيه اختيار اسم طيب هجن ندي السبب تشارك بشاهين ونجد مع المضمر سالم سعيد هجن النائفات تشارك في هذا شطو تمثل مملكة العربية السعودية بطويك مع فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي راهي مع شعار سمو الشيخ ذياب المحمد بن زايد النهياء والمضمر محفوظ بن خميس الغيلاني تهينا من الأسمان أذهب إلى الترشيح ذهب مع ضبيان دكتور سعيد بالشرقي وشاهين هو من اختيار حمد لغفلي ضبيان ضبيان مروح أحمد بالعضيلي يعني معظم الترشيحات راحت مع ضبيان لكن أبغي أسأل حمد عن شاهين وبعدين أسأل بالعضيلي عن مروح والله شاهين أعتقد شايفنا مركاضة في الواثبة في التمهيديات قعود صعب قعود منافس قعود أعتقد أنه الأخطر على ضبيان يبكن من الجعدان المصنفات المصنف الأول في الشوط بحكم الماضي اللي هو ضبيان لهجن زعبيل فيه جعدان سبق للعاص ولكن شاهين أعتقد أنه بيكون الأخطر في الشوط شاهين نعم وفيه راهي للشيخ ذياب بن محمد بن زايد ما أخذ رمز في جائزة زايد الكبرى فيه جنبنا القبائل بلعضي الشوط فيه جعدان طيب رحت مع مروح نعم ليش اخترت مروح والله يا طول العمار إذا هو قعود اللي هو أنا أعتقد أنه قعود منافس على الرمز في مهرجان جائزة زايد الكبرى وضبيان طبعا ما يستهان به ضبيان قعود سبق لكن الضبيان مأدي أداة قوية في جاجزة زايد الكبرى ومأدي أداة قوية في مهرجان الرمحية يمكن أنه إذا ما تأثر بأداة في المهرجانات هذه بكرة بيكون بيكون رقم صعب بس يبقود هذا الرمز في الكبرى ما قده ضبيان صح أو لا هذا أعتقد يمكن أنه هو اللي هي ثاني عليه بالشرقي شوك تبتسم ابتسم لأن هذا الوحيد الشوط اللي ممكن هجين زايد تأخذ في الرمز من مهرجان وهذا الأكثر حبوضا اي نعم مع ضبيان ضبيان شو أنجزة والله ضبيان مأخذ الكبرى كوياي ثاني في المملكة العربية السعودية في مهرجان الملك عبدالعزيج شوك تأخذ في مدار رمح وضبيان طريقة تركضه يروح يقوم نعم لنال إن شاء الله التوفيق وهجن زعبيل تراها ما شاركت بالهجن اللي مرشحها في مثل اللقاية والإذاك طيب ما التوفيق حمال الجميع بسلطان باش أكيد ضبيان أقول لك بيدي أداة طيب وخص الجعوج عادي اللي عند بني ميل لكن طويق في السعودية مادة الأداة المعروف منه لكن الباشرة تبقى عليك كله منافسة قوية من وين يتصلك مسايد؟ ما أدري لغالي أرقام ها؟ أرقام ما يدروبك أنت على هو؟ ها؟ وين حطيه المكتحت؟ ها؟ عادة قلنا بيظهر هالطاولة لا أنت تخاف إن الرغم يظهر يعني؟ لا لا مبرجن بس عادة منظر قلنا ها منظر يعني ها؟ 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 خبرة خبرة حنكة البارحة تغدينا عند مرشد محمد بسعيد مرشد ونعم بسعيد طيب اللي دايب المستييد يستقبلنا وعذبتها يعني ما شاء الله عام رجل مفتوحة للجميع مفتوحة للجميع وكان موجود عندنا خليفة بصكعة بوسالم بوسالم رعي بلابل ها؟ رعي بلابل وصويغي مضمر وصويغي مضمر صويغي ومضمر بلابل نعم نعم ونحن يضمر المرعوشة يضمر المرعوشة ما تخبرت عن المرعوشة؟ لا ما تخبرنا لكن بوسالم الفيتامينات عنده ما شاء الله هو يمكن من اوائل الناس اللي يستخدم الفيتامينات في الركض شو كان يصيب بوسالم يصير الصيدلية بنادول أدول حبوب ضغط سكر الدوة كحة كلها خلاطة يطبخها في جدر خلاف يحطها في المطية هذا اللي سمعناه نحن معلومة يترى بوسالم لا يعلم شو من هذا عباس عدباس عموما اجتهاد مننا بوسالم فاكهة عموما يعني خليفة بصاقة احنا لو نسوله من باب المزاح هو أحد فواكه الركض الجميلة اللي انتم وانتستغني عنه هو أكيد انه يمزح معاكم حكيه لما نتكلم عن بوسالم نتكلم عن الشريجي بشاوي نتكلم عن هاي الاسماء الجميلة اللي والله نحن نستمتع وانا اعتب على حمد نوايا بنا الشريجي بيه شريجي بيه شريجي ماريا مضمرا نعم ولهم بصماء كل وقت له وقت وهو يعطينا من الذكريات ايه نعم في وقت كان من جد عموما ما بنحرق الفقرة بصقع وسوالفه وبسعيد محمد سعيد مراشد وسوالفه والمجلس العامر في هذه الفقرة نتابع موسيقى 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 يعني ما يعقل نحن في المرموم ونصور في المرموم وما نزور أخونا محمد بن سعيد مراشد هذا الرجل اللي دايما تعودنا علينا نزوره دايما في كل المراكيض في كل الاحتفالات موسيقى 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 أول من حط التسعيرات هذه وحط المراكيض اللي فيها التسعيرات هو الشيخ محمد بن راشد وأظن يسالم عنده خبر في ميدان ند الشباب هو اللي بدأ التسعيرات وكانت تسعيرات يعني ضخمة في هذاك الوقت وبعدين مشول الشيوخ الباقيين واللي يحطون تسعيرات على نظامه والشيخ حمدان محمد قال أنا بوصل وقبله الشيخ زايد الله يا رحمه الحمدان واصل وحمدان واصل وحمدان عنده استعداد أنه يرفع السعر أكثر عن شذي بعد عنده استعداد ولكن هذه اعتبروها بداية والياي إن شاء الله أفضل عن اللي ما يشبت ابو سعيد أنت الإقبال على هذا المهرجان والإعادة فرحة يعني إقبال أعداد هائلة في الأشوار أربعة عشر ألف مشارك يعني مشارك كل واحد يدوي نصيبه كل واحد يبغي ولكن أهم شي عندهم أنهم يشاركون في هذا المركاض وأنهم يحضرون ويشوفون الشيخ حمدان بن محمد يحضر المركاض ويسلمون عليه وباقي الرزق عند رب العالمين سواء سباق ما سباق في الثلاث الأوائل وشيخ حمدان معاود الناس أنهم هو بشرط أنه يأخذ بس السابق في التسعيره يأخذ العاشر يأخذ الخامس فكل واحد يتمنى أنه حتى لو إيه سادس ولا سابع يعني عنده يعني عنده همل أن يبيع حتى لو في العشر الأوائل وهم لاحظنا نعم الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره اشترى بكرة أنا شايف أنها عند كيلو واحد يتعرق له وطاحت البكرة كانت في الأوائل وطاحت ويوم طلع كلم الناس المسؤولين اللي جاء المسؤولين المشترى وقالهم البكرة اللي صارت لها مشكلة عند كيلو واحد وطاحت تشتروها بنفس التسعير والله طال عمره أنا كنت في الخمسينات وشرطة دبي ست سنين وقبلهم في الجيش ومن عقب الجيش وشرطة دبي بعدني عند عمي زايد ورقعت هناك ريالهم سبع سنين وجيش محمد بن راهد وكلهم وكلهم ما أخذ فيهم جوايز وشديد ومشي عدل استريت خطوة 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 عسكري نظام نظام بريطان عندك نعم 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 استغلت فيهم الدربية الإنجليزية وعربي شي يقولوا لك جيش بريطان كيف كانوا يكلمونكم كيف يكلموننا تدربونا وعيشنا عندهم هناك زين وعيش مئة وعشرين مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ربية أول هي من جيش الشارجة وهي لين المنامة يقولون لك ياس هاوريو فاري تانكيو أيوة وريتان وليفتان وعبوتان ريتان يعني رايت لفتان يعني لفت يسارع عبوتان هاي ما عرفنا عبوتان على الخلف دور راشد شو رأيك في لمة المرمون ما بسألك عن الركض نحن ما بسألك عن اللمة الطيبة وعن الفرحة والاجتماع المبروك هذا أولا شرفت هنا في العزبة طول عماركم ثانيا نشكر سيدي اسمه الشيخ حمدان محمد أهل مهرجان وهو اللي جعلها اللمة ممتازة الله يطول عمره عمين عمين يا راشد احنا نقول لك فالك التوفيق وسمعنا ان انتم جاهزين تجهيز قوي إن شاء الله في الموسم هذا باقينا مركاضين باقينا الوثبة وواجهين لبعاد المرموم فانت اليوم ما لكم مشاركات اعتقد في الاذا علاكم تكون لكم مشاركات كبيرة في المهرجان نعم نحن نطعم لك سياساتنا اننا نشارك في مهرجانات الختامية نشارك هانا شابنامس في ميدانة السعودية نعم وما نبغي هنا ننزف هنا في مهرجان ولي العهد نبغي هنا في بوضابي وفي ختامي دبي إن شاء الله موسيقى التجاه القوي اللي يشوفه الخطير التجاه الخطير اللي يشوفه من العاصفة يعني متعب المتعبين كلهم نعم الغابة نعم اللي يشوفه الانظار اللي يشوفه القوية ويعني ان كان في السماء نحبه وان كان في الأرض نحن نفده حيو 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 سارم حيو هاي حرام الفذ الجميل نعم الرائع جدا الذي راح نذهب معه في موضوع ايضا اخر ومهمه طي قالك طوع طوع اللي يمطوع لخيول المقال الزين لإضافة غشا غشا طائع لك طوع طوع الخيول طوع الليم طوع الخيول المقال الزين لإضافة غشا لكن هل تعلم يا عزيزي المشاهد أن خليفة بالصقعة أيضا دخل بتخصص البيطرة في علاجات الركض يظن أنت تأخذ دويات من الصيدرية وتطبخن والله يا بوي هذي كلامات هاي ها كلامات ما شئي نفسه صحيحي وشئي من نفسه صحيحي والإنسان يعني يعالج نفسه شرع أمو يعالج الروحة كيف أنت نفسك ما تبقى علاج يتم خربوط وكل مكان لازم تعالج من الإعلاج الرشاب أبطال السباق اختراق الضاحية خليفة بالصقعة خليفة بالصقعة اختراق الضاحية في القوات المسلحة خليفة بالصقعة أيضا تأتي المعلومة أيضا من بعيد بأن خليفة بالصقعة الحميري كان من أبطال سباق اختراق الضاحية في قوات المسلحة هل كلام صحيح؟ وين ليش عين؟ ليش في حالي كلام صح؟ كنت ما شئي جائس ليش ما صرته وخلت منه جوائز من جدين محمد ما خل من عمي زايد ما خل من بريطان ما خل كل جوائز عندي مخولات كنت بطال في اختراق الضاحية؟ كيف يعني عندي مسافة هل وزمان وعندي أختحان بالحواجز وعندي مسافة بيت بطر موسيقى اشتركوا في القناة 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 شكراً بمبي سلطان شكراً بمحمد شكراً بمبيس أعطيكم العافية الوعد إن شاء الله بكرة مع شواط الثناية عندكم شيء مسجلينا يلا على السريع سجلوك بن حضير مقبل البرنامج هايول على البندقية حطوه حطوه ليه شوية وين هايوا يا حافظ بعد يقول لك يا على البطيء السلام السلام بسعين ترا يقول كيمارة بلايه كيمارة والله أنا ما يعرف حتى إنه كانوا يصورون هايول السلام السلام يا بسعيد هاي الوالة حق الشقي لا هاي حق بالعوضي لا يا لين هاي بندقية الشقي ما خذ بس يوالة الغالي لا أنا يلت يولب بندقية لا أنا يلت بالكاس عندكم يوالتي بالكاس أنا يلت حق بسعيد يابر تيلت حق بالعوضي بس نحن هاي البندقية تراث الغالي اليوالي كانت في البندقية حين التراث ما استولع البندقية بس اليوالي في البندقية وبالسيف وبالعصاء بس يعني البندقية حق اليوالي ما قال لكم بالكاس الغالي يعني انت ما فرحان حق بالعوضي اليوم؟ فرحان لا والله ما أخذلك بعوض تراث؟ إذا ما يحتاج بمحمد يستاهل نعم زيل احنا ما بخارس ترى معايا وسوالي فبنكمل نحن عندنا بعد عشاء براع وبناكل الكيك شوفكم باتر ان شاء الله موسيقى حلو يا مرحبا بلّي ديني يرفعهم لوطان جفعوا من دار مصيونة وحلوا دار مصيونة وغالوا يا مرحبا باللي دين يربشوا فيهم لوطان لقوا من دار مصيون وحلوا دار مصيون على حي الكرام لهم قدروا مقام وجان خلاوي سيوفنا في السبدي قبر السبدي مدرون